إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيُّضاً وزفيراً ذي التور الهائج بيسمعوا صوته تغيُّضاً وزفيراً أها دي الزلوى الميشوف كذي جهنم دي الملف بتا حياته من بلغ لما مات الملف ده بيجي في عيونه كذي ماشي كالرئيش عمله شكاية قال كلا إذا دُكَّت الأرض دكًا دكًا وجاء ربك والملك صفًا صفًا وجاء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان أنت شو جهنم دي أي شي بجيك يومئذ يتذكر الإنسان وأنّا له الذكرة يقول يا ليتني قدمت لحياتي القرب ديك بعدين بتاعتهم القيام والأهوال الله فرج عنك لمن تفرج عن مؤمن قرب من قرب الدنيا دي الفائدة رغم واحد الفائدة رقم رقم اثنين ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخر المعسر هو المقترد الذي أتى وقت القرض وقت الذي أتى وقت السداد وليس له ما يسد به قرضه زولي الدين منك الدين منك الشهر ده قال لك نهاية السنة شهر اثناشر ده الموعد بيناتنا للسداد عندك شهود مكتوب الدين وكذا كذا بعدين جوقت السداد ما تمشي تفتح فيه بلاغ لو ما عنده زول صادق ما عنده خلاث جوقت السداد وما عنده بعد ده تديه مهلة وتديه مهلة وجوبا يعني ده حقه عليك واجب تدّمه لأنه ما عنده يعني يسرق والليس لو عنده وأخر السداد ده ظالم ده يحاكمه لقول النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم مطل الغني ظلم مطل الغني يعني تندكل بالسد بالدين وقال تماطل زائب عالا القرشات هالسداء رجاء لكل وما رجاء مطل الغني ظلم انت ظالم لكن جا وقت السداد وذاك ما عنده ما تضغطه وكما جد فتحت في بلاغ ساقو سجنو ولا عاقبو التآثم عند الله سبحانه وتعالى انت عليك زنب والدليل من عثيمين قال الدليل قال إنه حرام تمشي تبلغ فيه إذا كان هو وقت السداد ما عنده قال لك اديني مهلة شهر ادينه وما تزيد ليه تاني في القرش وان واضح فدي دي مسألة يسرت عليه مش عفيت له كان عفيت له كمان جور خلي براه ويتم ما عفيت له الدين بتاعك ماس قلت له اديتك تالي مهلة اسبوعين اديتك مهلة اسبوع خلاص ليه بعد بكرة خلاص ليه بعد بكرة قال لك يا خي الشيك ده لو دخلته بسجنوني الشيك ده لو يا خي ما مهلني شوية أنا ما جاري منك اديني معاك كذا 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 زي ده شنو تمهلو اما لو لقيت مجرم وكتاب وده رزو ده شي تاني ده ده نقطة رغم اتنين قال لك ومن يسر على معسل يسر الله عليه في الدنيا والآخرة امورك ده في الدنيا الله بيسره وفي الآخرة الله بيسره ثلاثة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا الآخر دي اصعب واحد فين شد شو تالحديث ده كله دي اصعب واحد فين كون تمسك لسانك ده من جريمة شفتها بعينك هل ما في ناس ولا اسمعتها وقال لك استرني وحتى لو ما قال لك كونه تستر الاخبار دي ما كونه زول يحبسها دي ما اي زول بيقدر ده شغل زول بيخاف الله وده شغل زول راجل أصلا الراجل ده ما بتكلم ما خفيف برميل الفاضي بكركب الملام بتلقى ثابت ثابت الأسرار فيك الأسرار ده ما بجوز انت ما تفضح الناس انت لما تمش تفضح الناس انت عارف لك جريمة ومشيت قعدت تفضح في الناس وده وده ما شفت عمل شنو وانا والله عكشته بالسابتة قبضت عديل شفته ما حقوا علي شفته عديل معلم ده مورط ومكيس في الشغلة دي اوه اتا لو انت مش تمش تفضح الناس بتسلط عليك واحد بتبتلى اتزعته بتتورط والجزاء من جنس العمل تستر المسلمين الله بيسترك بعدين انت محتاج للستر نادم تبقع في الغلط انت محتاج للستر والعلماء فصلوا كالشيخ ابن عثيمين رحمه الله وغيرهم ان العلماء انه الستر زاد الناس انواع في مجرم ده لو مشيت بلغت فيه ولا كذا وكذا ده نكون انفع له وانفع للناس بتكافوا شره ده زيدة مشيتبلغ فيه ده ما تستر زيدة او جاك بجريمة عندها حق عليه حق عنده اللي هو حق ناس جاك زول سارق لحاجة زيدة ما تقول ليه استر ده ما ما داخل في الحديث بل ده لو سترت التآثم عند الله اثم عظيم وقعت فيه كبيرة والدليل ما خرجه ليه مسلم في صحيحه عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله من ذبح لغير الله واشه ضبح له ضبح لغير الله ليه دجال ليه ميت ليه غير ليه غبا دم العون لعن الله من لعن والديه ذل بلعن والديه ولا بسبب في لعنه دم العون في الشريعة الإسلامية لعن الله عند الله سبحانه وتعالى لعن الله من غير منار الأرض مراسيم الأرض خشي في جاره بشبر شبرين أو ماسك راضي قام زاد كذا غير منار الأرض عن المراسيم والحدود لعن الله من آوى محدثا دجد الشاهد المحدث هو المجرم في الدين هو المبتدع هو المجرم في الدنيا الذي وقع في جريمة وأنت تتستر عليه قائلة رجالة هذا هناك إخوة يوسف يوسف عليه السلام ممبئة وزير وإخوة ولموضوع الصواع الصواع خدتوا خدتوا للصواع في الغافل البتاعته الدابة البتاعته الناقة وشايل العفش هنا المؤن خدتوا للصواع وجوه وجوه فتشوا وليقوا الصواع شنو هم بنيامين ده تفسير البغوي بنيامين هناك أخوانه الكبار أخوان بنيامين وأخوان يوسف قالوا ليوسف عليه السلام العزيز يقول له الوزير يوسف يقول له لا عزيز يقول له عزيز ذاك برضو الملك أها إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانا أثن في هنا يقول له كذلك وإذا أنا بتحمل عن أبوي بتحمل عن أخوي بتحمل عن صاحبي قائلة ذي رجالة وإذا فيه مشكلة كبيرة الكلام أبوك تبره في مشكلة بتاعت تدفع لكن عمل جريمة في ناس تتقل لا أنت ما تعذب ولكن خلي شيلوا منه الحق يتبرعك بتبر لكن شيلوا منه الحق دي مرة جالة هنا ولا دي البر إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانا إنا نراك من المحسنين هنا عند أبو عقوب عليه السلام بحب دي شديد زي ما كان بحب يوسف شديد ونحن كبار شيل لك واحد مننا وما كان يوسف قال شنو عليه السلام قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذن لظالمون دا ظلم كون شيل غير الزول الشنو اللي قينا عنده الصوا ذا كذي ما تتستر عليه الزول مجرم أنه داك ما وجل لكن ما تتستر عليه الزول مجرم اللي أنا عنده حقوق في حقوق إنا إذن لظالمون دا ظلم كون شيل غير الزول الشنو اللي قينا عنده الصوا ذا كذي ما تتستر عليه الزول مجرم أنه داك ما وجل لكن ما تتستر عليه الزول مجرم اللي أنا عنده حقوق في حقوق حققت ناس إتك هذه استترت عليه دا مبسط منك ذاك ما ظلمت شاركت في الظلم وقال الله سبحانه ودعال قال وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان آه ماذا رشتت الكلام لكن في ناس ما بتسترون في ناس تسترون أنت أنت جاي مار في بيت في شنو شنو لقيت لك ذول وذول كويس لكن ابتلي إيمان وضيف وقع في معصية وقع في جريمة جريمة ما عنده متعلق بمسلم أو بإنسان آخر جريمة هو وقع فيها لقيته براه بشرب لفي خمر وقع لفي فاحش في كذا هو ما عهد وإنه ما يزول لكن اليوم داك وقع فيه التكون يقول لك يا غاسترني والله الشيطان رشعني الله يتوب علي كذا بعد ده انت ماذا مش تتكلم لأقرب الناس قد قل لي دي زوجتي ما بتعرفه اوك الكلام بنتشر بيجي تعزه ولا ده صحبه شديد وده بيمسك الكلام اوك والله انا ما قادر امسكه كذنة دالة واحد اوه موت بها يا اخ ايه ناس كتار بيموتوا بيمغايز وبيمصائب كتير الرجال بيموتوا بها ده الناس بيلقوا قدام تتصبر تمسك لسانك تتناسي الشغلة دي تمشي قدام وزاته بينكسر بينكسر بيمشي راجع نفسه تكون سببا للخير تكون سببا للخير شكا قال ومن سترى مسلما اي في الدنيا ستره الله شو الفضل يا ستره الله في الدنيا والآخر الله بيسترك في الدنيا والآخر قد ياء في صيح البخاري وفي صيح مسلم عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن به ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يدني الله المؤمن منه يوم القيامة يدني الله تعالى المؤمن يوم القيامة فيضع عليه كنفه يدني يعني يقرب فيضع عليه كنفه يعني ستر بستر من ناس المحشر دي أرض المحشر مع ناس كتار وبستر منه بيبقى براه مع الله سبحانه وتعالى فيقول له الله تعالى يا عبدي أتذكر يوم كذا في بلد كذا في أرض كذا في ساعة كذا فيقول بلى يا رب أذكر بلى 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 فيقرره بذنوبه يذكر بالذنوب والمخازي العمل في الدنيا حتى إذا ظن أنه قد هلك يقول خلاتنا تورده يقول له الله تعالى سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم شوف في الدنيا الله ستره وهنا في الآخرة ستروا من الناس وبعد ذا بيغفر لهم فإنت تستر المسلمين الفائدة الرابعة والله في عون العبد ما كان العبد في عونه خير وفاعدة شاملة وعامة ما دام تبتعون الناس في الخير ده دار ابني بدعاوهم فيه داك عندو لو كنت مواشي مستجفى بساعة ونتو دا بيجاي عندو حرس عاونتو حفرت الصيوان وقفت مع الناس جيبوا الخدار تجرب بيجاي هذا الكراتي ويك بيغادي أجروا شنو والشغل دي والتور ومش وين عاونتو الناس الله بعينك سبحانه وتعالى ويسر أمورك الفائدة الخامسة دي في طلب العلم وفي فضل طلب العلم ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما قال العلام المحدث الشيخ عبد المحسن العباد من علماء المدينة من المحدثين أصحاب الحديث قال حفظه الله تعالى الآن حي ناهز التمانين فات التمانين من عمره قال بدرس في المسجد النبوي قال في كتابه فتح القوي المتين شرح الأربعين قال ولا يلزم من هذا الكلام السفر يعني ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما ما معناه إلا يسافر صح في سفر في طلب العلم تمشي لعالم تتعلم منه كذب لكن ما يلزم لو قاعد فيه الغرفة بتاعتك فتحت الكتاب تتعلم كتاب من كتب الحديث من كتب السنة من كتب العقيدة من كتب الفق وإنت قاعد تتعلم لو مشيت المسجد في درس تطول بالك تتحمل من تقعد خمسة ساعات مع الناس يتونس درس تتحمل الدرس من يفوت مصصاعة الناس يتململ مرة كذي مرة كذي مرة رقدة مرة قاعدة مرة ناية مرة يغمت مرة يفتح بيكون في ملمالة ملالة بس من ينتهي وصلى الله وسلم على نبينا محمد في محلو دي ذات ممكن يتمنى يتونس ثلاثة ساعات بس تشيل قدامه ده درس ليه ده شيطان العلم ده فيه خير ليه كده تتحمل تقول تصبر الرسول سعى سلم الصحابة ده بيّنوا فيه الصبر في العلم طلع المنبر خاطب الناس في رواية طلع المنبر في رواية خاطب من الضور إلى أن دخل العصر نزل وهو يقف صل العصر تكلم من العصر إلى المغرب انت ويقف من المغرب إلى العشاء الليل كذي قال الصحابة فكان أعلمنا فكان أعلمنا يومئذ أحفظنا قال بقعاء أعلم واحد فينا يهو الحفظ كتير قال ما ترك شيئا إلا بيّنه لنا شوف من الضور ليه العصر قاعدة واحد بعد الضور صل العصر ليه المغرب واحد تاني من المغرب ليه العشاء واك لك في النهاية يعني صاح تتخول الناس الموعظة ومعنى التخول فسره ابن مزعود رضي الله عنه له خشية السآم الملل تكتر الناس لما نمين فإنت تطلب العلم قال ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة يعني القاعدة التي تقعدها في نصيحة في الدين أو مجلس من مجالس العلم أو درس من الدروس حتى في درس من الدروس ده شكرا المجلس ده سبب لدخول الجنة شو الخير ده فده ده ثواب الأشياء وعقاب الأشياء يعني صلى الثواب بتاعه شنو صام الثواب بتاع الصيام شنو ذكر في النصوص تعرف ده ثلاثة أنواع الأول يعرفك بالله ويجعلك تتعلق بالله وتعبد الله سبحانه والثاني يبين لك الطريق الموصل إلى رضا الله سبحانه وتعالى والثالث يرغبك الترغيب والترهيب ترغيب في الخير والترهيب من الشر آخر الحديث قال وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله شوف قعدوا في درس في الجام يتلون كتاب الله ما إلا يقروا كله لو آية بسقراء بيدخلوا في الحديث يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم ادوا الفوائد عملوا ثلاثة أشياء اتمعوا في بيت من بيوت الله اتنين يتلون كتاب الله ثلاثة ويتدارسونه بينهم شوف الفوائد الفجيون أربع فوائد في الحديث إلا نزلت عليهم السكينة شوف المقلقين القلق السكينة ابتجي سكينة دي ومن تجي انت تكون مستغر مرتاح تطمئن إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة انت محتاج للرحمة في الدنيا ومحتاج لها بعدين الله يرحمك وينجيك ويدخلك الجنة وحفتهم الملائكة الله حاجب الملائكة عنك حاجبك لو كشف الهجاب تشوف ملائكة حولك في الدروس العلمية وكذا كلام الرسوس وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده كمان شوف الفضيل الرابعة وذكرهم الله في من عنده الله يذكرك في الملاء الأعلى فلان عبدي عبدي فلان ابن فلان الآن بيدرس في العلم بالدارس كذا وذكرهم الله في من ختم الحديث قال ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه الشغل فردي بعدين شاء ما تمسك لك فيه شغل فردي قال إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبد لقد أحصاهم وعدهم عد وكلهم آتيه يوم القيامة فردا ها تمزك لك في ذلك تتورط يقول لك يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله فنسأ الله يصلح شأننا وشأن جميع المسلمين نكتفي بهذا القدر إذا مد الله في العجال وفق غدا إن شاء الله نذكر الحديث الذي بعده هذا صلى الله وسلم على نبينا شكرا